السلام عليكم وعلى النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والآيات دا جماعة فيها فوائد منا إن المسلم باستفيد من الآيات والأحاديث وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والمؤمن قدر ما يسمع الآيات والأحاديث إيمان بزيد وبقوى كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليد عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا والله سبحانه وتعالى قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذا المؤمن يا جماعة بداية ثرب القرآن وبدأ ثرب السنة الفائدة الثانية في الآيات دي إن الله الخلقنا وإنه غني عننا وإنه ما محتاج لنا قالوا وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله البرزق الناس ماذا يرزق منهم وما خلقنا عشان محتاج لهم بل غني عن العالمين سبحانه وتعالى خلقنا لغاية واحدة جماعة وهي عبادته سبحانه وتعالى الله ما خلقك عشان تأكل ولا عشان تشرب ولا عشان تبيع ولا عشان تشتري ولا عشان تزوج ولا عشان تلد ولا عشان تسكن أحسن البيوت ولا عشان تركب أحسن العربات ولا عشان بهائمك تكتر ولا قروشك تكتر ولا زراعتك تقبر دي كلها أشياء بتاع الدنيا في النهاية قد تنتفع بها إذا سخرتها في الخير واستعملتها في الخير قد تنتفع بها في الآخرة لكن الله خلقك لغاية عظيمة وهي إبادته سبحانه وتعالى تعبده وتنكسر له وتتضرع له ايجي وقت الصلاة تمشي الصلي ايجي شهر رمضان تصوم ايجي الحج تمشي تحج الله اداك مال تصدق الله اداك صحة تستعمل في الخير تصل الرحم وتحسن ذات البن وهكذا تعمل الطاعات وأهم شيء معه في العبادة أن تكون خالصة لوجه الله تعالى الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم الدين يكون خالص لالله يا جماعة زي ما أيتب تصلي لالله براه تدعو الله براه لأنه في ناسا جماعة في الشدائد وفي الكرب بدل يلجأوا لالله تلقاهوا نلجأوا للأموات ويلجأوا للغايبين ويقول لك دي لالأولية ودي لها للصلاح ورحنا بننكر الأولية ولا بننكر الصلاح ولا هل الصلاح لكن منقول الله لخلقنا وخلق الأولية وخلق الصالحين قال لك دي لعبادي ما تساوي لعباد بالخالق ما تلجأ للعباد من دون الخالق ما تتضرع لهم ما تنكسر لهم ما تندهن ما تنهمن الله سبحانه وتعالى قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزل والله قال لك ما تنادي أصله غيري قال لك ما تنادي ما بينفعك ولا تخاف منه ما بضرك قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وده آيات واضحة بتخليك إتا لا تنادي شيخ لا تتبرق بيتراب لا تطوف في قبة لا تمشي لي دجال تقول لك شوف ليل رايحة لا تمشي لي ستودع مرة تقول لك شوف ليل الغايبة وأنا حاجت بهمتي ملقيتة ودهبي ملقيت وقروشي ملقيتة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون عديل كذي قال لك الغيب ده ما بيعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما يغشوك ده أستي بيقول جيبه في الغنى ذاته عديل غنى والله شغال في البصات ستة الوديع عرمي الوديع ليه كشكشي قل لك كذي شوفيه لي كان فيه شي قل ليه ليه ما تختشي ما أقول يا كلام ذاته خيابة وشيرك بالله تعالى تمشي لك ليه مرة تقعد تكشكش لك قل لك بكرة بيحصل لك كذي والله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا ما كلام واضح وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا تقول له يا مولانا الشيخ هاي حوط لي البهايم دي وكذا من الحرامية ومن الهنباتة ومن غيره يا زولي حوط شنو والله الفكزات لو عنده بهايم في حرامية شفوت بيجاسفوه والله الذي ليه لغيه لأنه الله قال لك في القرآن الله وراك قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله ده داري نزل على العباد نعمة ما أفزول بمسكها ولو مسك منه النعمة ما أفزول بيديه لهم ده الله سبحانه وتعالى وأما شاء جماعة العقيدة تكون في الله تمام لأنه الله جل وعلا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أبعد من الشرك ده بيحبط لك العمل تكون بتعبد الله تمانين سنة تقع في الشرك تعلق لك حجاب تقول ده بيعمل العين ومن الطلق ومن السكين وده من العقرب أنت وقعت في الشرك ده بيحبيك أنت وقعت في الشرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة في لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك حديث صحيح في مسند إمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أي حجاب أقطع طوالي أي كمون في الرقبة أقطع طوالي كمون شنول بحمي هو شوال بتاع كمون بلنفه وحرامي بجاسفه بمشبهو الكمون بسرقوه شوال كامل ما عقول قدر السفة يكون بحمي لزول هو شوال بتسرق الله إن جابه لك شفت مخزن بتاع كمون ما يحميك من العين الله قال لك في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولا تدع لك لك بشيخ شيخ بياكل وبشرب بيمشي الحمام وبيمرض وبموت أنا أدع لك بك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وألا جل وعلا قال في القرآن رب العزة والجلال أَيُشِرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ إِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْهِ الْمَا هسي لو في بير بير والموية هديك ويتا عطشان بدل تغرف في يدك تشرب ولا تجيب لك كورة ولا كباية تشرب بها قمتم وديت يدك كذي للموية كباسة كفية للماء ناديت الموية تعالي بتجيك ما بتجيك الزولة البنادي غير الله يفلان الحقنا ويا علان دا زي الزولة القدام وموية وعطشان بدل يغرف في شرب ما دي لا يدك كذي كباسة إلا كباسة كفية للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال على القرش والآية دي واضحة كيف له دعوة الحق الله دا يرتبقى زول حق تسأل الله براه واسأل الله من فضله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قال لك والذين يدعون من دونه من آد غير الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فالذول يا جماعة يوحد الله سبحانه وتعالى ومشي لك تراب تسفه وللطف لك بيقبة ولا بيقبر لأنه الطواف دا الله وراك محله وين قال وليتطوفوا بالبيت العتيق في مكة بس ما في طواف بر مكة ولا تخاف ليك من زول تقول بانفخنيه بتبين فينيه بيعمل ليه يا زول إتا زول راجل أولا عك تخاف الله قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين زول الراجل والمؤمن ما بخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وما بيتضرع إلا لها الله وما بينكسر إلا لها الله سبحانه وتعالى والله يا جماعة وبكون موحد لأنه إتا لو مشات لقيت الله بيشيرك معلق لك حجاب ولا بتنادي لك فكي ولا خايف لك من وداعية ولا بتنادي لك شيخ ولا بتنادي ميت لو لقيت الله بعقيدة زي دي بتعارف ما بدخلك سجن ولا بدخلك حفرة بدخلك جهنم ما في مرقة تاني الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة جنة حرام ما بخشها ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والله ودعيش هكذا أهم شيء أهم شيء تعيش على العقيد عندك بهايم ما تعالك فيها حاجة كمون بحفظه لك الله والله خلقك عريان جلابية ما عندك رزقك وأنعم عليك ودعك قروش ودعك بهايم الناس ما لاقيا تشكره ولا تشرك به أنعم عليك تشكره ولا تشرك به أولا بهيمة ديو هنا نعلق له حاجة ووك ونمشي لي ديلك ويحوط عليه ديل ناس ما عنده ونشغله أي دجال على وطي الأرض عاطل ما عنده شغله اشتغل ركشة حارة شغل الركشة العادي ما قعد يحارك فيه وسيلك الكلتش تقطع وسيلك اللبانسي والريالات والشحم والبانزين الصف شغل مر اشتغل لوري قول يليف الشغلة دي عتل أساي مر عليو اشتغل طول بايد دولينا الباغة بتقع منه ما يعمل شنو يعني اشتغل في الفورم قبوة مسخنة اشتغل شنو ما بيقدر هاتراه بمشي بجبله بخور وكمون جبله سبحة جنزير لوري وجنزير موتر شفتاه وبلامل ملو عشرة خمستاشر عاطل ويشغلهم معاو فقيبها بلي وررر يا زول معقولة ويقول لك أنا بشوف حاجات غيري ما بشوفوها اللي هي عينك فيها زنن عينك دي فيها كشافات عندها عينك دي بتشوف حاجات نحن بنشوفها كيف يعني انت بشر ولا ما بشر بشر معناه بتشوف زي هناك هدي بس ما في حاجة تاني ما يخشوك دقوا في الناس مقالب ساي ما ماليك سوها ساي صحابة ديل ما صحابي واحد ديرويش لقاك اتا في صحابي واحد سوها لطريقة ولا جماعة في صحابي رمت ودع ما في ده الدين زمان ناس واحد بيسلم كدي بيجي ما اشي الشيطان زادته بخاف منه والله في صيحة البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له هي يا ابن الخطاب ما سلك تفجن الا وسلك الشيطان وفجن غيره قال لي عمر بن الخطاب اتا لو ما شيت بيشارع الشيطان بيخليلك بيمش بيشارع تاني دي لصحابة دي الناس فرسان وناس رجال وناس شجعان وده درب الرجالة والله الشيطان ده بعلمك الخيابة والله يدوك بخرة يقول لك هاك يتبخر بها يتزور الراجل تقعد لك في منقد ويقعد غتوك قرعينك بدل صفر يبقى نحمر ده شغل الراجل ولا بيضع شوشة ده شغل والدفرة قلب يدخنو ده ولا بيضع شوشة تزور الراجل او وعت يتبخر يدوك محايات الدين ما فيه محايات تتحداون القرآن ده من الفاتحة للناس طلعوا لينا محاية واحد يملوك بزغات ده مش لذول الراجل يا اختاقوا عدله في الواطاء وقاعد في السرير يملاك بزغات في راسك وفي وشك تف تف ولك ها المبروك تبقى كويس يا ذول ما تبزق والله واحد كان شغال مع بطيرة قلمني اسم مهند قال ليه جماعة قالوا أنا فاك مني بسجر كتير ودوني قال ليه للفاكي قاعد يبزغ فيني قال ليه تف تف طبعاً داك بطير بطير فيك بيهوك بيجيهك قال ليه يا شيخ ما تبزغ قال ليه ما بزغ تف تف أملو قال ليه عندو عنقريب مهل هل كدي قلع تكره على عنقريب قلت له والله مش قالوا أنا بسجر قال ليه طلع تلعو سجارة برنجي قلت له والله اللي لا الشيخ ما تسجر أركبك بالعصايد قال ليه والله زول ما يحجزك قلت له ها والشيخ جرجرة قال ليه زول رفعتك راعل عنقريب والله يا عمك دا ذاته معلم قال ليه جرجرة لك كدي شبه الخشم وشبه النخر قال والله يجاسف هو ذاته أولا تخليك زول أسد يأخذت زول راجل أبوك بتسلم عليه كدي تمشي الفقير ميدا لك يده كدي ما شفتهم بيسلمه كيف ما قاعد في سرير وتجي هو عمره أربعين سنة الشيخ والحوار عمره ثمانين سنة مش مفروض يحترم الزول الكبير داك في الواطأ بيكون الكبير والصغير في السرير أسي دا هذا بشنو دا دا هذا بدوء الاحترام وميدا ليه يده كدي داك يجي خاشة على الشيخ يده على العمة والطاقية والجلابية وما هتأخذت يقرب يقلع جلابته والنعلات ويجي يحبه ليه حبي والله ويميدا ليه يده كدي يبوس ليه بدل يسلم كدي يبوس ليه في يده شغل دني زول ينجد وزول يتضرع لي الله وزول ينكسر لي الله ويحيد الله ويقلع الشيخ ده ويقلع الجات من قلبه بعيد هناك والله ليه نفسه براه صالح ده ليه نفسه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله والقيامة دي لو جات أي شيخ بيجير منك ما يغش شك يقول لك يوم قلوب الكزم فلان بيجيش وتنظم بقروم بيجيش وتنظم وي يوم القيامة دي لا في نوبة لا في فكي لا في شيخ لا في زول بالسلط الله سبحانه وتعالى قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا فذلك ما عهود المحرية فيكم والله ينحسبكم والله حسيبكم زول يكون على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وحافظ على الصلاة واجتهت في الطاعة والكلام يطول أنا أقدم الشيخ ترجمة نانسي قنقر